الله تكمل عافية إن شاء الله هم رح نحكي عن موضوع سهل وبسيط جداً اللي هي قاعدة F-Clause Type 0 هاي القاعدة موجودة في Module 6 Unit 10 نفس ما عودتكم في السابق إن شاء الله رح نشرح كل ما يتعلق بهذه القاعدة بالتفصيل حسب النمط الوزاري الجديد نفس ما أنتوا عارفين أنه في Unit 10 أنتوا مطلوب معكم اللي هي F-Clause جميعها يعني من Type 0 ل Type 3 إحنا رح نناقشهم بالتفصيل بالترتيب ورح أعطيكم معطيات بعض المعطيات رح تقدر تميز إنه الحل يكون على أي Type بكل سهولة قام أبلش حاب أذكركم لسه دعمونا القناة في اشتراكاتكم ولا تنسوا أيضاً تعملوا شير لجميع زملائكم خلكم اللي يستفيد وتعم الفائدة خلينا نبلش أولاً خنأخذ الفكرة العامة لاحظ عندنا F-Clause Type 0 اللي هو مسمى آخر بسموه Zero Conditional لأداة الشرط نوع صفر أو رقم صفر أو في لاحظ مسمى آخر وهذا بهمنا رح نرجع له في اليوسيت رح نتكلم عنه اللي هو Present Factual Conditional يعني أداة الشرط شو مالها لاحظ شو بميز هذا الType Factual حقيقي واقعي في أي وقت لاحظ في الوقت الحاضر لPresent إذن في لPresent كمان مرة لاحظ شو اللي بميزه هذا الType إحنا رح نتكلم عن اليوسيتش بس ولكن اللي بميزه لاحظ إنه Factual حقيقي واقعي في أي وقت لاحظ في الPresent يعني في الوقت الحاضر هو حقيقي طيب خنأخذ الStructure بشكل عام عندنا F أداة الشرط زي ما تعرفين تأتي بداية الجملة تأتي وسط الجملة طيب أستاذ هسا F لو أجد بداية الجملة شو هو الزمن فيه إشي دائماً لنستخدم مع كل type بيكون في عنا إيش لاحظ عندنا F Close شق F وعندنا Result Close اللي هي جواب الشرط عن الشق الآخر طيب أستاذ إذا أجد F بداية الجملة تفصل شق F والشق الآخر يفصل بينهما إيش كومة فاصلة إذن الكومة إجبارية وضرورية الكومة إجبارية وضرورية طيب في حاله كانت F بداية الجملة ما هو الزمن واستخدم لاحظ الموضوع بسيط Present Symbol Present Symbol إذن الشقين يكون الحل فيهم إيش Present Symbol يعني المضارع البسيط يعني Verb 1 Verb 1 Verb 1 Verb 1 طيب أستاذ كيف الـ Structure يعني ذكرنا فيه رح أذكركم فيه هسا رح نشرح الـ Structures يعني الجمل إذ في حالة الجمل المثبتة من فيه وسؤال رح نيجي طيب نأخذ الفكرة العامة إذا كانت F وسط الجملة إذا كانت F وسط الجملة بسيطة يعني منبلش بشق إيش الـ Result Close بيجي في البداية تمام لاحظ والفاصلة تحدث إذن لما تيجي F وسط الجملة تحل محل الفاصلة تحل محل الفاصلة الفاصلة تحدث ويكون إيش الشق الثاني زي ما تشايفين يعني الشق الأول بصير إيش الشق الثاني اللي هو الـ F في Close يعني شق F إذا بيجي وسط الجملة عادي منعكس منبلش في إيش في الـ Result Close الشق الأخر في البداية هاي كل فكرة طيب نأخذ إشي مهم جدا هذا الإشي رح يساعدك على تمييز الـ Type لاحظ إذن كل Type فيه إلو خصوصيات كل Type إلو إيش خصوصيات خصوصيات هذا Type شيء مهم جدا لازم تعرفه اللي هي وين لاحظ شو مالها وين يا أستاذ can be used instead of F لاحظ يمكن أن يتم استخدام وين بدلا من إيش من F إذن في هاي الحالة أول حالة دائماً للوزارة بتطرق لها بتعطيك عشان تعرف يطالب يميز لاحظ هاي لصالحك مش ضدك للأسف أفي طلاب أستخدام أنا بعرفش طب لا أصلاً وين بعطوك إياه هاي لصالحك إنت كطالب عشان يجي يقول لك أنا الـ Type اللي بدي إياه هو خلاص قطعاً هو Type 0 بإيش بعطيك بدل F بعطيك وين بعطيك بدل F إيش بعطيك وين طيب هسا في النهاية رح أعطيكم ملخص رح يساعدكم جداً تمام بس أنت أخذ الفكرة هسا إذن هون لاحظ يمكن استخدام وين بدلاً من إيش بدلاً من F يعني لاحظ كيف الأمثلة بحكي F أو وين F أو وين واحدة منهم صحيح 100% ليش لأنه إحنا بنحكي عن Type 0 لاحظ هون كوك اللي هي verb 1 والشق الثاني لاحظ smells اللي هو أيضاً verb 1 يعني نفس الإشي أنا أتأخذ الفكرة هاي الأمثلة هذو اللي بدنا إياها طيب في حالة لو كانت F وسط الجملة F أو وين نفس الإشي ما يبالش في الريزن كلاوز يعني يعني لاحظ verb 1 والشق ال F لاحظ برضو verb 1 طيب مروع البعدها F أو وين نفس ما تشايفين verb 1 verb 1 إيت verb 1 هون verb 1 إذن نستخدم إذن وين بدلاً من إيش من إف مع إيش اللي هو Type 0 وهاي لصالح الطالب يعني اللي صالحك إنت للتمييز إنه بيجي بيقول لك الحل هو أنا بدي إياه على Type 0 طيب هون نفس الإشي لاحظ هون English Proverb أنا حطي لك أصلاً حتى معناه المصائب لا تأتي فرادة بل المجتمع اللي هي إف أو وين إت رينز إت بورز زي ما تشايفين طيب روح على بعدها إف وين I am sad verb 1 verb 1 طيب I listen verb 1 ولاحظ هون الشق إف أو وين اللي هو إيش verb 1 أيضاً إذا زي ما تشايفين اللي هو بريز السيمبل بريز السيمبل بريز السيمبل بريز السيمبل بستخدم إف أو وين طيب خذ روح على structure نشرح يعني في حالات لاحظ اللي هي المنفية والجملة المنفية وجملة المثبتة وجملة إيش السؤال منبلش دائما إيش دائما إحنا كل عادة في جملة المثبت ال affirmative statements كيف إستاذ بدأ حل لاحظ كيف حسناً نيجو نعتمد فكرة إيش إنه منبلش بشق إف تمام كلها إجاة أعتمد فيها إيش منبلش بشق إف يجوز إيش نفس ما حكينا أن تأتي إف شق إف وسط الجملة وبنحذف إيش الكامة بنحذف الكامة نفس ما حكينا في السابق يعني هذ إشي بسيط خذ الفكرة إحنا نفس ما حكينا شق إف أي زمن present symbol verb result clause الشق الثاني present symbol إيش verb إذن هذ إشي ثابت لا يتغير الزمن طيب كيف بدأ حل يا أستاذ لاحظ أول إشي شق إف يعني منبلش إف أوين إف أوين حكينا يجوز إف أوين طيب في حال لو كان السبجيكت أنا بس بذكر فيك جمع نضع إيش الفعل verb one base زي ما هو يعني verb one base بدون أي زيادة طيب ولاحظ كيف الشق الثاني جمع فحطينا verb one base طيب بينما إذا كان السبجيكت مفرد مفرد نضع للفعل s, e, s, i, s إذن هون نضع إحنا متكلام جون مثبتين نضع إيش s, e, s, i, s حسب نوع الفعل يعني كيف سامته أستاذ بحط e, s برجع بذكر إذا انتهى الفعل b, x, o, s, ch, s, h هاي الحالة شو طبعا مع السبجيكت المفرد أنا بتكلم مع السبجيكت المفرد نضع e, s زي ما تشايفين d, s أصله d, s إذن نضع e, s تمام متى استاب حط i, e, s حكينا إذا انتهى الفعل بy وكان قبله حرف ساكن نحذف ال y نضع محلها i ومن ثم e, s فتصير i, e, s تمام هاي هي كل فكرة عادة عن ذلك هذولا النمطين النوعين كل أفعال تأخذ s إذن نرجع للفكر الرئيسي إذا كان مفرد نضع s, e, s أو, is طيب إذن هون لاحظ نضع هاي if he presses the button زي ما تشايفين it turns إذن لأنه مفرد نضع s, e, s أو, is طيب إذن نفس ما حكينا هاي بالنسبة إيش بخصوص ال affirmative statements الموضوع بسيط جدا هسا نروح لل negative و be careful لاحظ negative statements زي ما تشايفين الجملة الألمان فيها النفي من زمن present symbol دكترجع لزمن present symbol شوه النفي منه النفي منه هو بقول لك don't أو doesn't زائد verb on base be careful يعني لاحظ إذا كان الفاعل جمع نستخدم don't والفعل بدي يكون إيش بعدي verb on base إذا كان الفاعل مفرد نستخدم doesn't وبعد شو بدي يكون الفعل verb on base وكذلك إيش الشقة الآخر اللي هو result clause طيب هو عادة بتجيك أغلب الأحيان اللي هو عادة بتجيك دائما هو في شق F اللي بدي يهمن فيها نكتين في الفعل فيها يعني تحط don't أو doesn't وين بيكون في شق F بس أنا عندي ملاحظة هسا لاحظ be careful مع إيش verb to be be careful مع verb to be كثير طلاب لحد الآن للأسف بتلخبطوا فيه verb to be إله مميزة وخاصية إله في حاله تمام الverb to be مع الجملة المثبتة لاحظ الجملة المثبتة منصرفوا إيش am is are أنتوا عارفين لأنه إحنا بنحكي عن البرزنت شو البرزنت من البرزنت من البرزنت am is are ومع الجملة الملفية هون لاحظ لا تش تقول لي don't و doesn't be لا هذا خطأ طبعا نكتين فيه البرزنت نفسه يعني بتتحكيه بعد الآن شو بدأتصير am not is بدأتصير isn't والار بديتصير aren't لاحظ كمنا نحل مجرد أن نحكي أو شيء بالبداية if or when طبعا كلاهما صحيح you لأنه you لاحظ جمع نستخدم don't وبعد يش بدأتصير الفعل verb on base كما وحكينا لكم كما ضرورية جدا طعم مروع الشق الثاني لأنه لاحظ you جمع تأخذ verb on base هون في حال إيش لو ما بدنا ننفي الشقين أنا بس بعطيك اللي هو إنه في الشق الأول اللي هو في حس لو بدأستخدم verb to be في الجملة الثانية لاحظ شيء لأنها مفرد شو بتأخذ لاحظ مش تجد تقول استاذ doesn't والفعل بيكون بي لا be careful verb to be تصريفه حساس جدا يعني لازم إلو خصوصية إيش هو بيقول لك I'm not isn't aren't حسب الوضع هون لأنه السبجكت مفرد لاحظ لأنه السبجكت إيش مفرد شو يأخذ يأخذ isn't طبعا أو is not on time كما ومنكمل زي ما تشايفين إذن حسن ما بعطيك في أي شق بدو يا نفي الفراغ مننفي تمام فممكن تكون علاقة عكسية يعني ممكن يكون مثبت هون يكون نفي يكون الشقين منفيات بس أنا بحب أعطيك الستركتشور عجميع الجهات إنه هون اللي هو نفس الإشي don't doesn't زائد verb on base وإذا أجاك الفراغ في الشق الثاني بدوها نفي أيضا don't doesn't زائد verb on base ننتقل لصيغة السؤال مع الجمعة الاستفهمية عادة ما نبدأ بشق إيش صيغة السؤال do أو does إذن ما هو السؤال كيف أنا بصيغ السؤال من present symbol بنبلش do أو does بنبلش do أو does do إذا كان السبجكت لاحظ جمع وdoes إذا كان السبجكت مفرد طبعا هون do مع جمع و i جمع و i هون i تعامل وعملت الجمع ونفس كذلك اللي هي don't نستخدم محل i ليش لأنه i تعامل وعملت الجمع في هذا الزمان مع present symbol لاحظ كيف عادة ما نبدأ إيش بشق اللي هو صيغة do أو does يعني باختصار باختصار إنه مع السؤال بيكون شق f في المنتصف بيكون شق f إيش وين في النص تمام هاي أنا باج بحكي لك 99% من الحالات تمام 99% من الحالات طب أستاذ هل يجوز أني أعكس بلشق f بعدين أطرح السؤال يجوز هاي باللغة ال-informal باللغة ال-informal أنا رح أتطرق لكل إش تمام بس أنا بحب أركز على القواعد ين اللي هو الصح الأكثر الدرج تمام إحنا ندرس قواعد أو does وبتكون if لاحظ في المنتصف لاحظ كيف إذن ريز القلوز هو بدو بننبلش فيه إيش ريز القلوز لهو شق do أو does يعني إذا كان السبجكت زم تشايفين مفرد نضع does السبجكت وverbo بيس لأنه بديجي بعد وdoes إيش نفس don't وdoesn't يأتي الفعل إجباري verb بيس نتام لاحظون مثلا do عفوا new جمع شو يأخذ do لأنها جمع السبجكت do ومن ثم إيش الverbo بيس بيكون لاحظ شق if المنتصف if أو when وميكمل لهي عادي من عامل شق if لاحظ من عامل شق if مع السؤال على إنه جملة مثبتة على إنه إيش جملة مثبتة عادي الوضع الطبيعي لو جبتلك مثلا هون أجاك الفراغ مع السؤال لاحظ الفراغ في شق if بكون ايش بتعامله معاملة ايش اللي هو الجملة المثبتة فسجلها ملاحظة عندك فهون لاحظ بيجي اسألك does the airport close if it ايش سناز زي ما شايفين if it سناز لأنها مفرد منضيف ايش اس ايس ايس لاحظ هون لأنه في عنا verb بي بيقول لك do sad نستخدم نفس ما حكينا مع الجملة المثبتة مع الفردو بي am is او are لأنه جمع نستخدم ايش are هسا short answers لأنه هذا سؤال ايش منسميه قصير يعني short answers للافارماتيف والنيجاتيف تحكي إما yes لاحظ it أو he إذا كان حسب السبجك طبعا المفرد does وإذا كان جمع yes I you إلى آخر تأخذ do هسا هاي مش مطلوب معكم بس أنت حلو أنك تكون عارفة بفكرة كاملة في حالة negative زي ما شايفين no نضع السبجك المفرد doesn't و no نضع السبجك الجمع ونحكي don't بعد تمام فهونا هذا الشيء مش مطلوب معكم مطلوب الـ structure هو yes or no questions أو wh questions طبعا مع أسئلة wh اللي هي السؤال الطويل منسميه منبلش كيف ننميز منبلش wh word يعني why when إلى آخره تمام فهونا لاحظ كيف بقولك why مثلا لأنه air زي ما شايفين مفرد تأخذ does why does air يأتي ايش حكينا دائما هون verb on base lighter بيجي وين شق if حكينا في المنتظف if وين ومن ثم ايش شق if مع السؤال شو من عامله معاملة ايش حكينا اللي هو الجملة المثبتة وضع طبيع عادي لأنه مفرد ايش منظف لها as yes i yes الهون expand تأخذ s طبعا expands هاي كل فكرة تاعت ايش structures بس هس بظل عنا استخدام وعطيك بعض المعطيات إذن احنا غطينا كل القاعدة الفكرة بس بظل ايش عنا الاستخدامات وبعض المعطيات لاحظ كيف عنا هون بنسبة لها زير conditional ايش uses استخدامات استخدامات اللي هو type 0 عادة ايش انه احنا منشوف انه ثلاث استخدامات رئيسية لزير conditional اول استخدام ولاحظ وحنا حقنا لكم fact والحقيقي واقعي اللي هو اللي هو scientific facts and general truths يعني الحقائق العلمية والحقائق العامة الحقائق العلمية والحقائق العامة بهمني تعرف كيف استحقيقة علمية يعني نجح نحكي عن الماء نجح نحكي عن ال eyes نستخدم لاحظ حتى المصطلحات اللي هي الووتر الى اخر اويل الزيت الى اخر اي اشي له علاقة في حقيقة علمية تمام نستخدم معاه دايما ايش type 0 تلقائيا طيب كيف استاذ لاحظ هون مثلا بيقولك if or when نفس الاشي you heat water to اللي هي 100 degrees Celsius يعني اذا سخنت يعني الماء لدرجة قديش حكينا 100 it piles يعني لاحظ حقيقة فانه يغلي تمام هون كمان ايش بيقولك if or when you drop something اذا او عندما يسقط منك شيئا او ترمي شيئا شو ما له يسقط منك شيئا it falls يقع تمام مثلا if or when you combine oil and water they don't mix لاحظ هون بيقولك اذا دمجت او خلطت ما بينه لاحظ اللي هو الزيت والماء they don't mix انه لا يجتمع او لا يختلط مع بعضهم البعض اذا كل هاي الامور ايش حقائق علمية تمام والحقائق العامة اللي هي مثلا اذا اذا يعني وقع منك سقط منك فانه ايش يقع الى اخر تمام عند استخدام الثاني بهمنا جدا cause and effect السبب والنتيجة السبب والنتيجة هسا بدأت احكي لك كيف عادة السبب والنتيجة السبب والنتيجة بتكون مع الاشياء التي صنحها الانسان تمام اذا هون حقائق عامة بتكون احنا عارفينها اللي هي علاقة في الايس اللي هي علاقة في الووتر اللي هي علاقة في ايش اللي هي علاقة في ايش حقائق علمية طيب لما نيجي نحكي عن السبب والنتيجة عادة اذا حاب بتسجلها ملاحظة عندك تكون مع الاشياء التي ايش صنحها الانسان الاشياء التي ايش صنحها الانسان عشان يعرف انميز اكثر يعني بيقولك if or when you push the button the volume increases يعني بيجي بيقولك هون اذا ضغطت على ايش الزر فان ايش بيجي بيقولك الصوت سيرتفع الى اخر بيجي بيحكي لك if or when you close the door بيجي بيقولك عندما او اذا اغلقت الباب لاحظ it locks automatically يعني بيقولك فانه يقفل تلقائيا بيجي بيقولك the computer لاحظ هون بيجي نحكي اذا لهون لاحظ نحكي عن كبسة بنحكي عن باب بنحكي عن حاسوب لاحظ turns off if or when you disconnect the battery لاحظ هون بيقولك انه سيغلق الحاسوب اذا او عندما ايش يتم فصله عن البطاري الى اخره اذا هو لاحظ عن استخدامين مهمات جدا لازم نعرفهم كيف منميزهم ايش غسيط راح تلاقي هون الحديث عن ايش ماء ice الى اخره هنا راح نبتات الى اخره اذا انا مثلا لا يعني شخص لا يسقي النبتات معايته راح تموت فهي حقيقة علمية هاي السبب ونتيجة عادتنا بتكون مع اشياء ايش صنحها الانسان بضائع ان استخدام الثالث اللي هو العادات والروتين اليومي habits عنديلي routines العادات والروتين اليومي راح اعطيكم هون نتكلم عن الاشخاص العادات والروتين اليومي نتكلم فيها عن ايش عن الاشخاص مثلا i wear my boots وif او وين i work طيب يستخدم كيف بدي اميزها يمكن تكون صعبة علي اما انه يعطيك وين بدل اف وخلص يقطع الشك باليقين تمام او راح يعطيكو اشي ثاني هذا مع العادات والروتين اليومي اذا كمان مرة كمان مرة احنا بس خلينا انلخص موضوع الاستخدامات الاستخدام الاول حقائق علمي وحقائق علمي كيف تدارف استاذ بتلاقي اي شيء يحكي عن الحقائق علمية قلنا لكم لما يجي الحديث عن الماء لما يجي الحديث بحكي لك ice لما يجي حكي لك بلانتس نباتات الى اغرو اذا احنا بنحكي عن ايش حقائق علمية طيب تمام السبب والنتيجة السبب والنتيجة حكينا لكم الكوز اند افكت غالبا يعني 90% خلينا نحكي 90% بكون دائما الاستخدام على ايش اشياء صنعها الانسان يعني ايشي اذا عملته بصير هيك عملته بصير هيك هاي شغلات انه اذا كتير تتمارسها او تعملها بتكون على ايش اشياء احنا صنعناها يعني لاحظهم بيقول لك نفس ما تكلمنا انه الكمبيوتر نميجي نحكي عن الباب نميجي نحكي عن زر الى اخر اذا عملت هيك رح يصير هيك تمام بيظل عنا العادات والروتين اليومي اما انه يجي يحكي لك بعطيك وين وخلص يقطع الشك باليقين تمام لانه العادات والروتين اليومي مع ايش معنا احنا مع الاش اللي هو البيبول مع الاشخاص لاحظ هون اي وار الاخر ومثلا she uses glasses مثلا if او when she drives او لاحظ هون if when i cook i use مثلا الوز الى اخر فهون عادات ورثين يومي كيف استفدى اميز ناس ما حكيت لكم في جميع الحالات انه يا بعطينا ومثلا خاصة في هذه الحالة وين او في شيء اخر حسنا رح نحكي عنه في الملخص اذا هاي بنسبة الاستخدامات فهمها بكفي فهمها ايش بكفي لاحظ هون انا معطيك هسا ايش معطيات هاي المعطيات رح يتخليك تعرف اتميز وتتأكد انه وين الحل على هذا من بعد الاعتماد لاحظة ايش حكيت لك على الاستخدام يعني حقائق علمية حكينا cause and effect يعني سبب النتيجة وحكينا ايش عادات والروتين اليومي طيب من بعد ان ما فهمت هاي الاستخدامات لاحظ كيف هناك بعض المؤشرات اللي تدول على هذا النوع بشكل واضح يعني بيجي بحكي لك السؤال انا حلني يعني زيكون بيحكي للطالب مشان الله حلني انا على type 0 اول اشي واهم اشي وجود كلمة وين و verb 1 بغض النظر رح يكوه يكون ايش اللاحظ وين و verb 1 يعني رح يكون عندك اللي هو الفراغ بشق واحد تمام مش شقين يعني رح يكون عندنا ايش وين زائد verb 1 بدلا من اف الجملة خلص يعني وجود وين مع ال verb 1 طبعا ليش حكينا مع ال verb 1 عشان ما يروح فكرك لاحظ على الازمنة لم يكون مثلا في عندنا verb 2 هذا حكينا قضية الازمنة الى اخر اذا هون لاحظ انا ربطتها يعني وين بverb 1 خلص بيحكي لك انا اللي هو وين بدل اف يعني type 0 انتهى الموضوع تمام اذا هاي اول شغلة الشغلة الثانية مهمة ان يكون الزمن في الشق الاخر الثاني مش شق اف الثاني مضارع بسيط verb 1 طب ليش يا استاذ انه الزمن الوحيد يعني خليجي نحكي type الوحيد من f clauses كلهم من 0 ل 3 هو هو type الوحيد اللي بيكون الزمن في الشق الاخر الثاني مضارع بسيط verb 1 تمام هو الوحيد فاذن هاي اللي خليجي نحكي رقم 2 برضو رح تأكد لك انه الحل ايش على f clause type 0 كيف انه بيكون الزمن في الشق الثاني الآخر مضارع بسيط لانه هو اصلا type الوحيد اللي بيجي فيه اللي بيجي فيه اللي هو مضارع بسيط في الشق الثاني طيب رقم 3 هاي رح تساعدكو هاي انا بحكي فيها ايش حكينا في usage number 3 هون اللي هو في العادات روتين يومي طب استاذ يا بحكي لنا وين او في اشي ثاني روتينية اه ايه لاحظ رقم 3 مع ايش الاستخدام الثالث وجود دليل مضارع بسيط مثل always لاحظ always ويوجولي الى اخره زائد verb 1 في الجملة انتهى الموضوع اذا لاحظ يعني بيجي بحكي لك f هاي f هاي في حالة وجود f اللي راح يمكن نصعبها عليك وين اتفقنا في البداية خلص وين verb 1 خلص انتهى الموضوع انه هذا type 0 طيب في حاله كان اعطيني f وكان لاستخدام الوساج اللي هو عادات روتين يومي كيف بدي اميز انا بقلتلك يا وين باختصرها عليك او في شغلة ثانية مع f بيجي بقولك هاي بدي ابلد لشها بif طيب بعطيني دليل مضارع بسيط always يوجولي الى اخره زائد verb 1 في الجملة بتلاقي always يعني بتلاقي دليل مضارع بسيط verb 1 في الجملة هنا بيأكد لك طبعا مع f بيأكد لك انه ايش الحل بكون type 0 اجباري رح كل هاي الامور رح نغطيها بظل عنا number 4 هاي خاصة بالجملة الاستفهمية ان تبدأ الجملة الاستفهمية بايش do or does do or does بتحكي لك اجباري اجباري لاحظ انه الحل بدي يكون وين على type 0 ليش استاذ اه انا بجي بحكي لك نفس مبدأ لاحظ ان يكون الزمن في شكل اخر مضارع بسيط هاي شغلة وحيدة فقط في ايش type 0 عنا type 0 هو type الوحيد اللي منبلش الجملة الاستفهمية فيه بdo or does عادة do or does بكونش ايش type 0 لاحظ فلما يحكي لك do or does بلش السؤال تمام ومعطيك بعدين لاحظ معطينا فراغ او معطينا الفراغ بعد do or does بحكي لك اجباري انا type 0 فيش فيها اذا لاحظ هاي الاربع معطيات بتأكد لك انو الحل بكون type 0 خلينا هاي سنبلش في الاسلة راح نمر على الاسلة بشكل سريع اللي بتابعني تمام اللي بحب يسجل عشان نحل مع بعض خلينا بالش أول سؤال أنتوا عارفينوا اللي هو إيش خيار من متعدد وهذا الأهم النظام الجديد رح ركز لك إيش على هذا النمط من الأسئلة اللي هو خيار من متعدد هو سهل بس ولكن بده تركيز ليش يا سداد؟ لأنني برجع بكرر أنت عندك 3 اللي هي من type 0 لtype 3 مطلوبين معك في الامتحان فقضية أني كيف بدي أميز هاي مهمة بدك تمش على المعطيات اللي حكيناها يعني لاحظ مثلا رقم واحد وين فراغ اللي هو يو فراغ طيب نجا نطلع عن إيش الحديث لاحظ بحكي لك وود خشب وماء معناته إيش بنحكي بنحكي عن إيش حقائق علمية طيب F وين ال F ما في عنا F شو بعشاطك بدالها وين خلص أكد لك لاحظ يعني حتى لو كان معطيك F لك تعرف تميز لأنه حديثنا عن إيش لاحظ لأنه حديثنا عن اللي هي حقائق علمية يعني عندما تلقي لاحظ هنا اللي هي قطعة من الخشب وين في الماء شو مالها تطفو هاي هي كل فكرة تمام فهي حقيقة علمية معناته إيش لو كان معطينا F شو بتكون بتكون اللي هي F close type 0 على جميع الجهات لاحظ هون وين أكد لي مدام وين أكد لي إحنا حكينا F close type 0 verb 1 verb 1 انتهى الموضوع بريز السيمبل بريز السيمبل هيك على القاعدة طيب نيجي نطلع في شق F وين بديجي هو نفس ما حكينا بريز السيمبل باج بتطلع هل في عنا وين إحذف على طول هل في عنا through اللي هي var 2 إحذف على طول بيظل عنا إيش هيك دائما مع أسئلة type 0 رح يجي يعطيك إنه هل لاحظ verb 1 base ولا عليها s e s i s اللي هي إذا كان الفاعل مفرد هيك هاي قضية قضية الجمع أم المفرد يعني verb 1 معطيك بس نصرف الفعل باجي بتطلع شو عندي الفعل لاحظي وجمع ما تشو بتاخد verb 1 base يعني throw هاي كل فكرة مروع البعديها if the power is shut off the microwave oven إلى آخره بكون عندنا فراغ طيب كيف الحال يا أستاذ أو إش شو منعمل منحدد إيش بدوها إقاعدة يمن يجي نطلع F عندنا طيب هون ما عطناها شوين يأكد لنا لاحظ عطانا F طيب ممتاز باجي بتطلع شو أجب شق F هايو present symbol طيب تمام الشق الثاني كي بدي أميز أستاذ مهم ممكن إحنا لو كانت خلينا نحكي أنا معي كل الـ types هسا في الامتحان الوزاري عم كي يكون هنا type 1 if close type 1 كي بدي أميز باجي بتطلع إيش بتتذكر في عين استخدام بتتذكر إحدى الاستخدامات إيش اسمه cause and effect سبب ونتيجة وهاي الشغلات بتكون عطنا مع إيش أشياء صنع هالإنسان نفس ما تكلمنا عنها بيقول لك if the power اللي هو الطاقة is shut off تم إغلاق اللي هو الـ power اللي هو الطاقة اللي آخره التشغيل the microwave often اللي هو لاحظ doesn't work doesn't work لا يعمل إذن هون فش طاقة ما بيعمل أي إشي فهون لاحظ سبب ونتيجة سبب ونتيجة إذا كنا بيحكي لك إذا فيش كهرباء لا يعمل فيش كهرباء لا يعمل فيش طاقة لا يعمل هاي كل فكرة تمام في إحنا منذكر عشياء صنعها الإنسان اللي هو المايكروويف إلا آخره طيب باجي بتطلع ما حكينا بريز السيمبل بريز السيمبل بدوكون الحل أول إشي هل بتزبط don't ولا didn't ولا weren't ولا doesn't هيك دك تيجي تحكي ليش لأنه إحنا حكينا بعد don't وحتى didn't doesn't إلا آخر ديجي فيرب بيضاء عن الـ فير توبي إنه بيستخدم إليك إذا كان إيش باست كونتنواس وما عنا إشي اسمه باست كونتنواس أو حتى بريزن كونتنواس هذا إشي ملغي بالإيش إفي كلاوز تمام بنيجي نتطلع عايش السبجك هس عنا didn't لأنها فير تو اشطبها بل هاش ما جاء ليش لأنه أصلا عنا فيرب ما بيزبط بالزمن يعني خلينا نحكي ما بيزبط نفس الجملة يعني يكون عنا فيرب وان فير تو فيرب وان فير تو هذا بيزبط أحط مثلا مضارع ماضي مضارع ماضي لا لازم يكون ماضي ماضي من ضمن إيش من ضمن الجنس يعني نفس إيش الزمن فهون مضارع مضارع فدي didn't ما بتزبط وrent حتى ما بتزبط ماضي وما عنا ing إش اسمه ing بظلع عنا don't ولا لا نفس ما حكنا لكم بظلع إيش المفارقة ما بين هيك مع type zero باطيك عشان تحدد مفرد ولا جمع باجي بتطلع مايكرو ويف اللي هو جهاز مايكرو ويف شماله مفرد ولا جمع مفرد فإذن شو يأخذ يأخذ doesn't doesn't work طيب روح البعديها لاحظ بقولك سؤال does water react مثلا if إلا آخر باجي بتطلع if باجي إيش بلش لاحظ حتى بدون ما تيجي تطلع تلقائيا بلش do or does do or does شو بيحكي لك إجباري اللي هو if close type zero هاي كل فكرة إذن شو بكون الحل verb 1 إجباري طيب إيش معطينا هون الver to be وأنا بحب أركز على إيش الver to be الver to be لاحظ يصرف am is are فش فيها باجي بتطلع إت شو تأخذ لأنها مفروض تأخذ إيش تأخذ إيش طيب روح البعديها بقول لك ذكار فراغ when لاحظ depress the break اللي بدل طيب باجي بتطلع شو في عندي عندي وين وverb 1 لاحظ نفس ما حمشينا في المعطيات اللي نقشناها ارجعوا لها أول إيش بقول لك when verb 1 خلص شو بحكي لك if close type zero قطعا طيب شو بكون الحل هون لهو أيضا بريزة سيمبل وverb 1 وverb 2 بزبط لا لاحظ will بزبط لا بظل عين المفارق ما بين المفرد والجمع لأنه ذكار لاحظ مفرد تأخذ إيش عليها S اللي هي stops طيب روح البعديها إنه مثل بقول لك if ice melts it لآخر ووتر طيب باجي بتطلع عندي F قاعدة F يو استاذ ممكن هاي صعبة عن إيش بحكي الجملة بقول لك ووتر وآيس يعني شو هاي حقيقة علمية فيش فيها نحن نحكي عن إيش حقيقة علمية تمام إذن أي تايب طيب زيرو فيش فيها باجي بتطلع عندي well بتصبط لا عندي var 2 بتصبط لا بظل عين المفارقة بين المفرد والجمع لأنه إت مفرد شو تأخذ تأخذ S عليها يعني الفعل علي S تأكد إنه هاي الجمل لسه أصعب من الجمل إيش المتحان وزاري رح نشوفها سجمال المتحان وزاري مراء البعديها if children well they aren't healthy لاحظ بيجوا حتى معطينا هون نفي هون بغض النظر أنت لك في الخيارات لاحظ كل هنا في يعني تبدي إيش نفي باجي بتطلع طيب أستاذ أنا عندي F كيف بدي أميز أفرض إنه هون مثلا بيحكي عن if close type لاحظ if close type 1 أول إشي بشق if لا يجوز أن يأتي ول بغض النظر يعني want محذوفة لو كان عندك احتمال تحذف بعدين نيجي نحكي لاحظ مضارع وماضي مستحيل أن يلتقوا في جملة واحدة نفس time إذن إحذف الماضي بظل عندي don't أو doesn't بس بدي أرجع أذكرك إشي برضو لاحظ أنا بعطيك احتمالات كيف بديك تعرف تميز بظل عندي إشي واحد برضو حكتلك يا في البداية وهذا قط عن نستدل إنه إيش لاحظ نستدل إنه if close type 0 إيش وقلنا لك إذا كان الزمن في الشق الثاني اللي هو هذا إيش هو مضارع بسيط verb 1 إذن هون لاحظ verb 1 معناته إجباري بيقول لك تلقى أيا هون الشق الثاني verb 1 و if شو بيحكي لك بدي إياها type 0 فيش عندك مجال ثاني تمام فأتمنى هاي المعطيات اللي بنحكي فيها رح نبني عليها types الأخرى يعني لما ييجي يعطيك مثلا مثلا لما يروح مثلا على type 1 و type 2 إلى آخر و لما يجي يقول لك هون مثلا لاحظ ما في عنا verb 1 تمام وكون أحد الخيارات verb 1 فأنت بتشتحكي لي وكون هون الفراغ تقول لي أستاذ أو هون مثلا تمام تقول لي أستاذ أصلا verb 1 ما بزبط هون لاحظ ليش لأنه ما في عنا مثلا إشي دول على الزمن إلى آخر هاي الشغلات خلص مرتبطة في إيش مرتبطة في type 0 هاي معطيات خاصة في إيش في type 0 بنحكي عليها بالبني فأنت إذا حاب أنه نمشي أنه عطيتك أكثر أكثر من بديل يعني كيف حكينا في البداية في البداية أنه لو كان في عنا خيار will أي إشي will في شق f ما بزبط معنا طيب هاي وحدة حكينا زمنين مختلفين يعني ماضي ومضارع لا يلتقيان في نفس الجملة فالماضي يحذف لأنه مضارع وحكيت لك الشغل الأهم واللي بتعرف تميزه على طول بدون ما تتطرق لهاي الأمور تمام أنه إذا أشهد شق الثاني مضارع بسيط تلقائيا مع if إجباري شو بكون لهو if close type 0 فهون بكون إيش الحل بظل عنا إيش هل don't ولا doesn't هي قضية إيش الفاعل لأنه children زمن شافين جمع نضع إيش don't eat مرؤل بعديها I feel good لاحظ the next day if I إلى آخر لاحظ هنا برضو هون إيش نحكي عن الhabits طيب في حالة الhabits إحنا حكينا عشان يقطع الشك باليقين أنا بدأ صعبها عليك فمن يقطع يا بأعطينا وين يا بأعطينا دليل إيش مضارع بسيط لا عندي وين ولا دليل مضارع بسيط شو بعمل يا أستاذ بظل عنا إحدى الشغلات المسلمات إيش هي بيجي بقول لك أنا معطيك الشق الثاني إيش لاحظ هايو مش شقه هايو الشق الثاني معطيك يا إيش verb 1 معانا تشو الحل إجباري if close type 0 تلقائيا فمنحذف الwent أي إشي will بتحذفو لأنه أصلا لا يجو استخدام will أي موديلز بغض النظر في شق if وبظل عنا إيش زي ما شايفين go ولا goes زي ما شايفين go ولا goes فإلى أنه الآي طعم عملت جمع تأخذ go مرول بعدها let's of people come if mona إلى آخر هون نفس الفكرة لأنه الشق الثاني verb 1 تلقائيا شو منحل present symbol يعني بكون الحل على type 0 هون الverb to have كيف بدي يا أستاذ كيف بدي حلو يبكون هاز have will have أو had هذول الخيارين يحذفوا بظل عنا هاز والهاب لأنه منها مفرد تأخذ هاز مرول بعدها adam sick win إلى آخر لاحظ هون شو بعطيك win verb 1 تلقائيا شو بكون win verb 1 if close type 0 if close type 0 إذن شو بكون الحل تلقائيا هون verb 1 verb 1 فمنتطلع هون verb to be قضية verb 2 مهمة جدا will تحذف فبظل عنا or was تحذف لأنه adam مفرد يأخذ is مرول بعدها لاحظ هاي جملة مبينة عن إيش بنحكي river نهر لاحظ وإيش بدو يصير بارد يعني لاحظ اللي نحكي عن أي استخدام بنحكي عن موضوع اللي هو موضوع اللي هي الحقائق العلمية والحقائق العامة تمام فهم بينه نيجي نحكي عن إيش أشياء حقائق نحكي عن plants نحكي عن river نحكي عن water إلى آخره تمام ما هو river نفس ما بدأ الwater طيب نيجي بنطلع if ولاحظ هون مصعيب لك إياها إن أنا معطيك مثلا شق if موجود اللي هو verb one فبظل عنا هون احتمالية هل هو if close type zero ولا if close type one طيب هالحالة بتطلع على الاستخدام شو عندي هون أنا عندي الاستخدام عايش بنحكي عن الحقائق العامة والحقائق العلمية تلقائية شو بكون حل if close type zero فبظل عنا هون لاحظ would ما في عنا froze ما في عنا بظل عنا freeze ولا freezes قضية اللي هو الفاعل لأنه مفرد ياخد إيش عليه اس مرؤل بعديها زي ما تشايفين F طيب تلقائيا عندي شو الشق الثاني لاحظ عشان نمشي بسرعة شو عندي الشق الثاني عندي اللي هو verb يعني don't النفي بغض النظر تمام اللي هو سواء نفي ولا جملة مثبتة أنا ما بهمني بهمني إيش present symbol فلاحظ هون لأنه verb تلقائيا يعني present symbol تلقائيا شو بكون الحل if close type zero فبكون هون الحل زم تشايفين نحذف الول نحذف الverb two بظل عنا play ولا plays لأنه جامع تأخذ play اللي بعديها when لاحظ when verb تلقائيا شو بكون أي زمن اللي هو if close type zero if close h type zero فبكون هون ع السريع من حل اي شو بكون يا يأخذ s أو verb one base لأنه i تعامل عملت الجمع إذا تأخذ h verb one base ruin أما هذول الخيارين يحذفو طيب مروح البعاديها هون لاحظ هاي بدي أعطيك جملة نفس ما اتفقنا عليها فوق أنا باجي بحكي عن اللي هي استخدام اللي هم الروتين والعادات اليومية تمام الروتين والعادات اليومية طيب أستاذ كيف بدي أميز هاي عندي f طيب الفراغ بشق f أول إشي بإمكانك يتميز إنه بحكي لك الشق الثاني أنا شو معطيك إياه verb one إذن هاي قطعا والشغل الثاني اللي بحكي لك إياها كمان إنه شو معطينا دليل مضارع بسيط وverb one نفس ما حكينا إذن عنا دليل وعنا verb one يعني هاي بحكي لك إجباري الحال شو بكون على type zero طيب فبتكون إيش لأنه أي طعام عملت الجمع فتأخذ إيش أكيد get مرال بعدها it doesn't matter if إلى آخره هون نفس المبدأ إيش أنت الشق الآخر عندي verb one اللي هو نفي من اللي بريز السيمبل معناته إجباري على أي type type zero هون مع الverb to b لأن u جمع شو تأخذ r لاحظ well دائما رح يجيك في هذا النوع ما إلها مجال وال فبذل قضية إيش برجع بكرر هي سواء مفرد ولا جمع هاي هي مفرد ولا جمع هون نفس العملية تقريبا لاحظ عندي شو عندي الشق الثاني زي متشايفين عندي verb one معناته i type type اللي هي if close type zero if close type zero فهون بدي هنا في didn't تحذف won't ما إلها مجال ظل عندنا don't ولا doesn't لأن i عملت الجمع شو تأخذ don't remember البعدي هلاحظ عندي when verb one تلقائيا شو بكون if close type zero فش بكون الحل اللي هو اكيد بريز simple ما أجيب أطلع الفاعل مفرد شو يأخذ يعني as yes is فبتكون الفاعل feels زي مرع البعدي ها عندي سؤال بإيش بلش لما نحكي هاي من الشغلات المسلمات بقول do or does بلش السؤال شو بكون إجبار الحل if close type zero لأنه لاحظ وين أجا الفراغ بشق if حكينا لكم نلتزم في الخيارات يعني باجي بتطلع want ما بتزبط عندي don't ماضي ما بتزبط فضل عندي doesn't ولا don't doesn't أو don't باجي بتطلع شو عندي لأنه جمع يأخذ don't مروع البعدي هلاحظ عندي if عندي شق if بريز سيمبل طب أستاذ كيف بدي أميز باجي بتطلع للجملة إيش بتحكي music really loudly if I am at home alone هنا الجملة واضحة إنه إيش إحنا بنحاول ها نصاعب الأمور من بين ها إيش إنه يعزف الموسيقى المقصود فيها هون يعزف بدان في قضية عنسف الموسيقى إلى آخر وبينها إيش routine بينها إيش routine يومي فشو بكون الحل زي متشايفين بكون هل play blade plays ولا I am playing طيب أستاذ ما في عندي احتمالية لل if close type one لا رح يحذفو لك ال well في هالحالة رح يحذفو لك ال well يعني هون لاحظ معنى احتمالية أخرى أصلا ال well مش موجودة فعنا هل هو ver 2 لا طبعا ما في عنا لا يلتقي زمنين بنفس الجملة عف طيب مختلفين يعني المقصود فيها يعني ما بصير present وماضي نحذف الماضي طيب مروع على continuous هل في عنا إشي continuous لا ما في عشي اسمه ing يحذف بظل عنا play ولا plays إذن هاي الموضوع لاحظ مفروغ منه يعني رح تميز رح تميز خلص فعن الآي طعم عملت الجميع فتأخذ play verb on base طيب هون عنا سؤال بإيش بلش do مع nato do do does بكون ايش في close type zero تلقائيا لأنه اليو جميع تأخذ verb on base لهي make طب روح البعدي ها مثلا she الاخرو if she feels tired هون نفس المبدأ نفس ايش المبدأ لاحظ نفس ما تكلمنا هون فوق مع ايش رقم 18 طب استاذ أنا عندي if هون verb one طيب تمام هون في عندي احتمالية انه if close type zero او if close type one يعني يكون well تمام او بكون نفي بريس symbol يعني don't أو doesn't كي بدي تميز لاحظ ما بجبل لك هون قضية want بتجيبها قضية well اذا قطعا شو بدي كون الحل دكون ايش if close type zero هاي برضو احنا قاعدين لاحظ بطلعك بطلعكم قاعد على امور رح تفي كتير في اصعب الاسئلة طبعا فبظل عنا didn't تحذف اي 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 ما في عن شو اسمه ing فضل عنا هل doesn't ولا don't لانه شي مفرد تأخذ doesn't طيب روح البعدي هاي if people الى اخر they often feel الى اخر طيب استاذ كيف بدى عرف اول اشي شو اجان الشق الثاني الشق الثاني اجاك verb one قطعا شو بكون الحل بكون if close type zero وطلع شو معطيك ايضا معطيك دليل ايش مضارع بسيط زي كنو بحكي لك انا جملة ايش حلني على type zero على الاكيد تمام فلانه people جمع شو تأخذ verb on base هنا اللي هي travel طيب مروا البعدي هاي دو سؤال بلش بدو اذا تلقائيا شو بكون الحل اف close type zero اف مش if when كمان يعني زي كمان بحكي لك انا type zero فش فيها لانه school مفرد شو تأخذ s is للفعل فبكون ايش الحل finishes زي مش شايفين طيب مروا البعديها during Ramadan we eat when الاخر عندي when و verb one شو بكون الحل تلقائيا بكون if close type zero لانه the sun مفرد تأخذ وايضا لاحظ عن ايش بنحكي عن حقيقة عامة الايس كريم شو مالو melts يذوب يعني تمام تذوب يعني الايس كريم تذوب لما ايش تصبح دافئة وهي حقيقة عامة طيب فلاحظ when و verb one بأكد لك انو انا if close type zero فشو بكون الحل بكون الحل تلقائيا انو verb one هون باج بطلع الفاعل لانو مفرد ياخد عليه اس او اس او اس فهون بتكون melt مرائل بعدية when verb one تلقائيا شو بكون الحل اللي هي if close type zero وشو معطيك ايضا لاحظ احد دلال ايش المضارع البسيط لاحظ كم من تأكيد في الجملة انو القطعة بكون if close type zero فبكون ايش لاحظ لانو i جمع وياك انك تتلغبط يعني تطلع انو مثلا على الدليل تعتمد الدليل لا يحدد المفرد والجمع الدليل لا يحدد المفرد والجمع انما subject فبجب اطلع على i وعمل عملت الجمع اذا شو اخد verb one base فبتكون ايش eat بتكون ايش eat لانو ما في عنا و و verb ما في عنا فبضل عنا as علي as يعني المفرد ولا الجمع هيا verb one base طيب مروح البعدي هزم شافين وين verb one base عفوا وين و verb one بغض النظر معناته ايش بكون الحل على if close type zero باج بطلع شو عندي eat مفرد فش تأخذ للفعل as is for one range طيب مروح البعدي باج بطلع عندي f طيب وعندي ايش الزمن اللي فيها مضارع is طيب ماشي اذا من الشق الثاني بكون عندي احتمالية انه يكون يا if close type zero او if close type one طيب كيف بدي اميز لاحظ انه ممكن يجي type ثاني طيب هاي ممكن استخدم ولا ولا استخدم verb one شو بدي أستخدم باج بطلع مضارع بسيط يعني هاي من ضمن ايش اي استخدام اللي هي العادات والروتين العادات والروتين اليومي العادات والروتين يومي فعن الدليل بيجي بيحكي لك خلاص if close type zero فبكون الحل ايش ask طبعا لانه الآي طبعا عملت الجمع مرح البعديها مثلا you get اهيوج الاخر when طب when و verb وان شو بكون if close type zero فبكون الحل يابيربون بيس يابكون عليه اس 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 لانه people جميع شو ياخد verb وان بيس بس اتمنى تكونوا عارفين التصريفات للافعال الشاذ يعني زي ما لاحظوا انه understand verb one base تصريف ثاني منها understood فتحذف التصريف الثاني ما عنا will تحذف طبعا مروع البعديها مثلا when verb خلاص استلقائيا when verb one شو بكون الحل بكون الحل if you close type zero if you close type zero فباجي بتطلع ing يحذف ما في عشو اسم ig will لا لانه type zero فبضلع لانه heats ولا heat لانه لاحظ جمع ياخد ايش verb one base مروع الاسئلة الوزرية لاحظك كيف اسئلة الوزرية بيجي بقولك if babies are hungry they تيجي تطلع يا استاذ هاي الجملة انا مش عارف شو استخدامها انه مثلا سبب ونتيجة لاحظ انه اذا اطلع اذا هم الاطفال جائعين يبكون تمام اذا الاطفال جائعين شو ما لهم يبكون طبعا انا مش عارف انه هاي سبب ونتيجة مش عارف هي ترجم اطلع على الخيارات شو جبولهم يا cry cries cried ولا are crying لاحظ احنا حكينا الان جي ما في عشي زمو ان جي يحذف عندي verb one لا يجوز ان يكون زمانين مختلفين مع بعض يلتقوا بنفس الجملة يعني ما بصير present وماضي تحذف الماضي شو ظل عنا ظل قضية نفس ما حكيت لكم التمييز ما بينه اللي هو المفرد والجمع they شو لاحظ they لانها جمع تاخذ verb one basically cry هاي كل فكرة اذا لاحظ هاي اصعب الاسئلة طيب مروح البعديها you can drive a car when you مثلا driver's license طيب باجي بطلة عندي when لاحظ شو جابوا لهم when اذا جابوا لهم if رح يصير الطلاب ايش هنا اكيد رح ممكن يتلخبطوا فيها بس لانه اعطاك when و verb one تلقائيا تلقائيا شو بكون الحل اللي هو if close type zero معناته شو بده تكون هون when في لها مجال ما في لها مجال لانه اصلا شق if هاذ وما في لها ولا يزبط عندنا got تصرف ثاني اكيد ما بزبط verb one وتصرف ثاني ما بزبط ايش هو استعب verb one لاحظ كان رح نقشها بال if close type two كيف يعني في لنا شوية استثناءات بس انت خلص خذ انها ايش verb one فكرة و when اعطاهم خلص قطع الشك باليقين فبظل عندنا ايش زي ما تشايفين قضية تميز بين المفرد والجمع المفرد والجمع عندنا يو جمع تاخد ايش verb one بيس طب بظل عندنا السؤال الثاني هاذ بس عشان يأكد لك المعلومة يأكد المعلومة انا ما رح اطل النفس فيه تمام رح نمر مثلا على شغلات هيك على السريع مثلا الاولى if he a fire he gets banned يعني لو واحد لمس النار شو ماله يحترق طب هاي شو هاي هاي حقيقة عامة زي ما تشايفين حقيقة عامة تلقائي انا عاي زمن بحل بحل على if close type 0 طب استاذ في اشي ثاني يأكد لي اه في اشي ثاني يأكد لك شو اجا الشق الثاني verb one بريز السيمبر معناته بيقول لك على اكيد حلها ايش if close type 0 فهون لاحظ لانه الفعل مفرد شوية نضع الفعل as is as is لانه انتهى vch تأخذ as طب when verb one if close type 0 جامع تأخذ ايش verb one بيز زي ما هي مروح مثلا the engine لاحظ المحرك شو ماله when كذا when verb one برضو بيجي بحكي لك انه ايش if close type 0 لانه مفرد تأخذ ايش as طب هون نفس العملية when هون لاحظ if في عندي ايش عشان يأكد لك كمان عشان يأكد لك انه عندي دليل مضارع بسيط يعني شو بكون الحل مش تجيش تقول لي استاذ will لا دليل مضارع بسيط بأكد لك انه هاي ايش اللي هي عادات والراتين اليومي العادات والراتين اليومي فبكون الحل ايش على if close type 0 يعني تكون ايش لانه عندنا الاي تعاملت الجامع تأخذ verb one بيست هون لاحظ حقيقة if plants مثلا water انه اذا النباتات انه لم تحص على الماء they die بتموت هاي حقيقة عامة ما في ايش فيها فهون لاحظ ديها نفي شو بكون شق if كمنا ننفي لاحظ لانه plants جامع تأخذ don't ومنضاع ايش بدي verb one بيست اذا هاي كل الفكرة هاي كل الفكرة انا حاب بس نمر على اسئلة وزارية جابوها انه مثلا 27 مثلا if a city everything and doesn't throw anything it is zero waste طيب لاحظ كيف هاي جابوها من احد الفقرات الجملة تمام موجود عندكم في اللي هي المصدر city ضمن ايش فقرات اللي هي المصدر city اسئلتها طيب كيف بدي اجاوب عندي f طيب استاذ اي type لاحظ شو اعطاك الشق الثاني is present symbol بيأكد لك انه الحل على f close type zero شفتوا كيف ما اسهلها امشي على المعطية طلعتك اياها روح تحل اصعب سؤال اذا نلاحظ شو عنا الشق الثاني is اي شيء is بيقول لك انه مضارع بسيط الشق الثاني مضارع بسيط تلقائيا بتحل اجباري على الزمن if he close طيب zero فلاحظ لانه اسيتي اللي هي مفرد نضع الفعل اس 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 recycle طيب مرأة البعديها plants die if they الى اخر نفس المبدأ هون لاحظ اصلا مبينة نحكى عن plants حقيقة عامية طبس انا مش عارف انها حقيقة نفس المبدأ شو عطانا الشق الثاني هايوا لاحظ انه if معطينيها وسط الجمل شو عطانا الشق الثاني يعني هايوا في البداية الزمن verb one versus symbol معناته الحل اجبار على اي type if you close type zero بدو اياها عن نفي not get طيب لانه they جمع تأخد don't ونضع اسيو if one presses that button حكينا عن هاي الشغلات السبب والنتيجة السبب والنتيجة السبب والنتيجة كيف بده ما يزدقوا تلكو 90% بتكون مع ايش اشياء صنحة الانسان اذا احد الاشخاص ضغط على ذلك الزر هيك بيجي بقولك presses that button طيب معنا شو بدو يصير بدو يصير اشي سبب والنتيجة اذا بيك تشار شو ما لا اذا هون عرفنا عرفنا انه سبب والنتيجة اشياء صنحة الانسان بيجي بقولك button زر يعني نهوزة بيحكي لك remote control هذا المقصد فيها او شيء اخر طبعا المهم شيء صنعه الانسان compositions شو مكان اي شيء صنعه الانسان بكون ايش سبب ونتيجة فهون لاحظ بكون chal ايش الشق الثاني بدنا نحل على الابتو نطلع شو ان الفاعل الفاعل عندنا مفرد فياخذ الفاعل بتصير إذن هاي هي أصعب الأسئلة اللي اتطرقنا لها أنا لهون أنهيت الشرح بالكامل بالتفصيل أتمنى تكونوا استفدتم وأي سؤال بعتولي ويعطيكم ألف عافية